وهنفضل مستمرين في الحديث في هذه المسألة نحن نتكلم عن مستقبل مصر عن دستور مصر المقبل إن شاء الله بعد الاستفتاء علي طبعا على الرغم أنه لسه ما تمش تحديد معاد معين للإستفتاء لكن فيه اللي بيتكلم عن أنه مهما كان فيه سلبيات أو وجهات نظر مختلفة بالنسبة للدستور والمواد يعني فيه اللي مع عدد من المواد وفيه اللي ضدها لكن الكل متفق أنه لازم نقول نعم للدستور للاستقرار وعلشان نعدي هذه المرحلة دي أول خطوة من خطوات خارطة الطريق أو خارطة المستقبل فبالتالي لازم نعديها لازم نوصل لانتخابات رئاسية وبرلمانية وما إلى آخر لكن على الرغم من وجهة النظر دي المؤيدة طبعا للدستور في وجهة نظر أخرى معارضة سواء تحلف دعم الشرعية ومن معهم سواء عدد من القوى الثورية اللي كان لها تحفظات على المواد مثلا زي المحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية موضوع برضو تعيين وزير الدفاع وغيرها من المواد